هاي حصل ايه؟ انا مش فاهمة يرفضوا ليه؟ هتبداوزي وهتغذي تصريح قانوني وهو القانوني ده ممكن ياخد له سنين يحالم بقى اكون عجزت ومدت ودفنت كمان ولا ليه ما انا قريتي مدفونة بالحي حرام يعني بهم ما تقولش كده بش هيجي الحقيقة ست سنين عايشة مع راجل ما بحبوش مش طيقه معايشني في جحيم وثلاث سنين هجلني ومعلقني وخامس سنين مستنية الطلاق ولسه سنين سنين قدامي عشان اعرف اتجوز دلوقتي الكنيسة رفضت انها تديك تصريح جوازي لكن في نفس الوقت سمحت انها تديه رفضيك ايه؟ يعني ايه؟ يعني يعزبني سنين وفي الاخر يتجوز هو ويعيش حياته وانا اتراح من اجباري ايه؟ بيجي فوق على البهدلة اللي بهد الهالي بدل ما يعقبوه هو بيعقبوني انا ليه؟ انا زمدي ايه؟ يعقبوني انا ليه؟ لاني كنت اللي طلبت الطلاق يعني فين وصممت عليه وهو كان رافض يعني انتي اللي فرأت اللي جمعه من رب اه وهو طبعا المسكين اللي كان بيحافظ اي عن اللي جمعه من رب يعني انا كنت بتبلى عليه؟ تحرم ده ظلم الظلم ده جاهل مصلحتنا عارفة ليه؟ ايه؟ 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 اه؟ ايه؟ اه؟ يا اي ما عايش بالمنظر ده طب اللي انا عايزة اتجوزه مسيحي هقوله هو كمان يسلم عشان اعرف نتجوز طب سيبك مني انا و من اللي عايزة اتجوزه ربنا هتحك على ربنا هغشه هقوله انا بغير ديني عشان عايزة اتجوز يعني عشان واحدة فشلت في الجوازة يا ام اتغير دينها يا ام اتروح تزني انا ما قدرش عايش متره بنا ما قدرش ياريتني كنت اقدر انا عايز ارجي ربنا بس انا مش عارف عملية مش ممكن يكون ربنا عايز كده اكيد ربنا مش خلقنا في الدنيا عشان يعزبنا انا مش راجل دين انا راجل قانوني وكل اللي عرفوا ان فيه قانون حاكمني وحاكمك انتي كنت عايزة تطلعي وطلقتك دلوقت عايزة تتجوزي عشان تتجوزي هي دي الحلول اللي عملك تختاري اي منها وانا طلبة كتير كتير عليا بقانت حياة طبيعية زي بقيت الناس نفس اخلف لو ما خلفتش دلوقت اخلف امتا انا كبرت كبرت انا عايز ااخد شوية دي تيلز يعني عايز اصور عينيها لوحدها بق اهل واحدة بديها بسطها اهلا ببناك اهلا ببناك ان شاء الله تكوني انبساطي في البرنامج فبترديش تيه يا نادي عاش تاعزينك لجايزة اول شو فالحة بس تردي عالمزيع كنت عايز نعمل ايه يعني يعني اللي كسبوا من وراك دول يا نادي كانوا شحاتين قبل كده دي اول مرة يكسبوا في حياتك تقصودي مين ده لا يا دولي انا مش قصدي انت خالص تصدق انا بس كنت عايز ارد عليه انت مشوفتش الوقت كان مطول صانو عليها الزير دي كده مجوش ها دي انتي كننقص طعياتي بالطريب وانا حاكي مش همسح البستوديو عشان خطر ايه يالله اومي البسي يا ألبس؟ ألبس ايه؟ ولا لابسه؟ لا حاببتي البسي عشان خطر هنكمل الغنوة من نعمة الشريف انا تعبانة والوات دخانة اني وخلى مونتي زي الزفت مش قادرة خليها بوق تعبانة ايه؟ وأنا بقول لي كومي البس عشان تقومي الغنوة هتنزع النهاردة والمطش النهاردة يالله حاببتي يعني مغسل اوه ده من جنة ده من جناح نيسه بالنواتش اوه؟ والله اما كسبناش امو الناس بقى يا كتير عيد الصورة عيد الجلال عيد النصر عيد الحوض ان شاء الله منتخبنا يكسب ويرجع علينا بالكيس ويالله بينا تشكى عناس مش ربكش من ليل تبقى الرب تتغنل تبقى الرب تبعزي ما تحسن تمشي بشا وراها وتشكل لمشي تشبك وحيغة طيب مكبرتش فيه وعلى الكسورة عرمنا كانت عشت بنارين تورقوا الهلاء يا الصحبوه الكلاء عشيك فلديك تبقى سيارها عدم الموش سيارها عدم الموش سيارها عدم الموش سيارها وحشك ولا غلب تعليه سيارها سيارها حاكيتك والفنوس يا ولدي الكل حاكيتك والفنوس يا ولدي الكل تعال يا عادل اعدل كريميستر ممضوع من امتا وتسرقني يا عادل ايه كلمة انت بتقود يا رايس من امتا وانت بتسرقني وبتخنصر من حاجة المحل انا يا رايس انا عمري ما سرقت ولا خنصرت من حاجة المحل مين قالك كده حد شال انا اللي لقيت الكيس دوت في دولابك وانا ميل يا رايس ممكن يكون اي حد من العلدة فسولي محدش معامة فاتح الدوليب غير يا عادل كل ده علشان تفتح محل 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 ايه هيكون محل ايه جزارة كوافير طبعا كوافير مرة واحدة يا ريتي رايس ولا مستهبتش علي ابرو حمك هتفتح محل ولا لا حقاك جبت الكلام ده منين بس مليتش نعوة جبت الكلام ده من ايه ازاي بس يا عمش افهم بلاش يا سيدي كنت بتوشوش مادام قلفت بتقوليها ايه انت عارف يا مستر ممضوح مادام قلفت ونم النسوان كت بترغي وانا كنت بسيرها انت متأكد ايو متأكد انا مصدقتش لما جوم قالولي انك بتسرق من حكت المحل ولما عاطف قالي ان شاف عاطف ما تقول كام الصبح يا رايس انت عارف انهم اتعفرت مني عشان هدراعك اليمين وبيعمل الفيلم ده والحور ده عشان يزحلقني وهو برضو اللي بيوزع الكروت ديت على الزباين في المحل الكرت ده مش بتاعي يا رايس بس بس اهو معلوش اسمي بس اتبع اللي وضعت فجابه منيلي كان ممكن تخيل علي واسدقك لولا ان مادام قلفت بنفسها هي اللي بديتني الكرت وقالتلي انك انت اللي بديت هولها ولا مادام قلفت هيار اخرى عايزة تزحلقك من المحل يهبل دول زبيني من سنين مفكر لما تقولهم تعالوا امي يجروا ويجولك عشان ايه عشان سيحرمك وتك او حياتكم مفكر انك قصت بجابة انت قصت علشان بتشتغل عندي والستات اللي برا ديب بتصق فيك علشان انا بصق فيك ولو رحت فتحت محل مفيش حدي فيهم هيجيلك ولا يعبرك كان غيرك اشتر ليه يعني انت مش كنت اصابي زيه وبعدين بقيت قصتة وبعدين بقلك محل انا كمان عايزي بقلي محل ما تفتح محلي ولا مول حتى انا مالي انما زباينك تعملهم بشطارتك مش تسرق سباينك باعد انا ما سرقت السباين حد انا بطلب بالقاسم اسم ايه يا ابو اسم كنت مفكرك اسكى من كده لما تيجي تفتح محلي قولي على قل عشان العشرة لكن لا طلعت زاكي ولا دي اولو طلعت غابر زي امك ما بتبصوش غير تحت رجليك ايش دخل امي بقى في الموضوع بقى اني زمان لما ترطاها سبتك صعبت علي قولت ربيك اكسب فيك سواب لكن للأسف طلعت وسخ اشتركوا في القناة